أكد رئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على توطيد تعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركة الصينية في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة ليو زي شيانج والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وصراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية معربا عن التهناء للرئيس شي جيمبينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيس للصين لفترة جديدة أضاف متحدث الرئاسة أن رئيس شركة الصينية أشار إلى تحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والمدن الجديدة والموانئ البحرية وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة كما أوضح رئيس الشركة أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخمة لإنتاج الهيدولوجين الأخدر في مصر باستثمارات تتراوح بين 5 إلى 8 مليارات دولار في ضوء ما تتمتع به مصر من مقاومات كبيرة في هذا الصدد